أخرى يعد حملت الشهادات العليا للتظاهر مطالبين بتعيينهما بعد أن استمرت مطالبهما لأكثر من سنة دون استجابة واليوم من ساحة التحرير يرفعون أصواتهم للمسؤولين مطالبين بإنصافهما وعدم تسييف مطالبهم الدستورية وشمولهما بموازنة 2021 يمر حملت الشهادات العليا في مأساة كبيرة منذ 13 شهر نفترش الأرض حقيقة وعود ماكو ميزانية انفجارية وللأسف هذه الميزانية انفجارية لا نعرف الأموال هذه الميزانية سوف تذهب لمن؟ درجات وظيفية 360 ألف درجة انتهت توزعت قبل أن تعلن يعني هذه ما نعرف إحنا شون صارت بالقانون أنه درجات 360 أو 20 عفوا ألف درجة توزع بدون الإعلان وإحنا نفترش الأرض حضورنا كبير من أغلب المحافظات متحملين عناء الطريقة والظروف الصحية والتأكيد على الاستمرار المظاهرة لحين تحقيق المطالب هذا ما أكد عليه المتظاهرين بعد سنة من التسييف والمماطلة ووعود بعض النواب بإيصال أصواتهم والنتيجة كلام فقط في بلدي شهادة الماجستير والدكتورة وغيرها من الاختصاصات يفترشون الأرض من أجل الحصول على التعيين شعبان سامق قناة WTV وطن بغداد